يا نحتي نتطلع واحد في الثاني طيب خليني هي السألة انتي بديد بشيء وانا يعني كثير كنت رايدي عرف رأييش كمان فيه اللي هو العلاقة ب الومن ان ان كنسولتين او الومن ان ليدرشيب والي هو السؤال اللي دائما نحن نسأله او او يمكن انتو تسأله انا ما نسأله هل تستطيع النساء انه يحصلون كل شيء يمكن اول شيء خلينا نبدي هل هو صعب انه انتي عمل الاستشارات مع الاشياء الثانية كلها اللي انتي مسؤولياتك او الاشياء اللي انتي تريد سويها يعني سؤال صعب جدا مهند لانه يعني انا مؤمنة اقام ايمان تام انه كل شغل صعب ما فيه شغل سهل يعني فيه شغل اصعب من شغل بس اذا بدك اكون honest وصريحة طبعا شغلنا كتير متطلب ما فيهش اوقات ساعات محددة او لا بس يعني زي ما بنحكي انه شغلنا كتير متطلب بس هو كمان ريبويدا كتير يعني يكافئك على عدة عوامل نفسية عوامل حياتية عوامل جدا يعني صراحة بس اه اكيد صعب وعودة لسؤالك سؤالي المفضل كان ومن هابت اول ها اول شي ما تعريف كلمة all ما تعريف كلمة كل شيء يعني مرات لشخص او لامرأة ممكن يكون كل شيء هو الطفل تربيه في بيتها او اخرى مثلا انها تلاقي شريك حياتها وتقعد وتعيش معه مثلا اخرى انه يكون تحقيق طموح هي تحلم فيه انها تقود شركة او تفتح بزنس معين او وإلى اخره يعني بس اذا بدي ااخد مضمون سؤالك زي كتير ناس كيف بسألوه كان ومن هابت اول يعني اول فكرة بتخطر في بالي اذا مش الامرأة مين مين بقدر يعني تمانج عدة خلينا نقول تاسكس في الحياة ولكن ايضا حتى الواحد يكون عادل انا بقامن انه حتى تقدر المرأة تعمل مثلا تشتغل تربي تكون موجودة في بيتها لازم يكون فيه شريك سبويتل الاكويجن ما تزبط غير هيك صعب يعني احنا ما منحكي بالعموم لانه فيه نساء ترفع لهم القبعة قادرين يعملوا كل اشي وهم مثلا امهات وسنجل يعني مثلا قد يكون ليس لديها زوج حاليا لسبب ما وقادرين يعملوا ولكن اكيدوا هتكون كتير صعبة انا دايما بقول عن جد بتمنى انه اغلب البنات يطلعوا يشتغلوا حتى يربوا اجيال يربوا شباب شايفين انه امهات تشغل ويقامنوا انه المرأة لها دور في هالمجتمع كتير مهم لها دور انها تطلع وتشغل حتى ترجع تقدر تكون هي وافقة من حالها اكتر حاسة حالها انها عم تنتج بطريقة مختلفة مش بس جوه البيت وترجع تقدر تربي اطفال شايفين هذه الثقة بالنفس وحاسين فيها وعفكرة كلامي هذا نهائيا ليس انتقاس من السيدات اللي اعنم في بيوتهم وهناد انا جربت القعدة بالبيت وصدقا وبحكيها من كل قلب القعدة بالبيت اصعب بكتير من العمل خارج المنزل واذا بتسأل اغلب البنات اللي بيشتغلوا بيقولوا لك نفس الكلام من شو ليش اصعب اصعب لانه الامة اللي ما بتشتغل هر افرطs are rarely ever recognized الطاقة اللي بطبعها في منزلها اغلب الامنهات اللي ما بيشتغلوا مسخرات للعناية بمنزلهم باطفالهم بتربيتهم ولي هو واجب كل ام طبعا ولكن بتحس انه لسه للأسف نظرة مجتمعية انه قعد في المنزل بينما هو الواقع الامرأة اللي قعدة في المنزل هي منتجة باسلوب يعني لا يتصوره احد هي اللي قادر انها تمسك المنزل حتى زوجها يقدر يركز في شغله ويعمل في شغله هي اللي عن طاقة كل وقتها وكل طاقتها للاطفال الموجودين ففعلا يعني انا بالنسبة لي هو عقيدة ربيت عليها انه اذا في بالامكان اذا يعني الظروف سامحة لا اطلعي اشتغلي اعملي لنفسك كمان لانه لنفسك انه العطاء للاخرين في المجتمع هو ايضا زي ما حكينا يبني ثقة في النفس ثقتك في نفسك مناتك هترجع لبيتك تكون انسان اسعد انا عم بحكي من منطلق الصديقات اللي بيجوا وبيحكوا وقراءهم من منطلق سيدات كثير من نسمع او قياديات حاليا من نلتقيهم وكانوا في فترة من الفترات جالسين في المنزل انا شخص كمان اعادت بفترة من المنزل هلأ تبهي هونست اشتغلت فريلانسنج وبعدين رجعت لعملي ولكن اغلب السيدات اللي حكيت معهم حكوا جملة تشبه هذه الجملة واللي هي انه فعلا العمل داخل المنزل نفسيا هو اصعب من العمل خارج المنزل فيه كمان نقطة تانية مهمة انت لما تطلع هلأ سواء انت تعمل من خارج المنزل او عم تشتغل من واسمك عم تشتغل بيصير تنظيمك للوقت مختلف بتصير كل لحظة مهمة يعني بيصير الواحدي مظلم هذا الوقت فقط لشغلي هذا الوقت مع عائلتي هذا الوقت لتطوير نفسي تطوير اولادي زوجي whatever it is right ففعلا يعني انا بنصح وبحب يعني انه اشجع كل فتاة لديها حلم او لديها مثلا شغف في شيء معين especially الصبايا اللي عندهم partners مساندين بيشجعوهم انهم يطوروا من انفسهم please ما تسمعي للي حواليك للي بيقولولك انه too late او ما بتقدري او اوكي في عمر معين اكيد وانا نفسي انا كام دايما بقول انه في عمر معين لا تلتزم الام مع اطفالها لطفل محتاج فقط امه بهذه الفترة ولكن لما تحسي حالك انك قادرة تبالنس why not بالشي بخطوات صغيرة وشوي شوي لما اولادك يكبر وانت كمان عم تكبر في عملك so why not سمام يعني بالنسبة للامرأة للنجاح النجاح هو رح يكون خارج المنزل وداخل المنزل يعتمد كثير انه هي من نفسها انه شو اللي تريد تسوي وانه الكنفدنس والسكلز اللي عندها بس كمان رح يجي من انه السبورت من الزوج او او البرتنر السيوين يعني انه بهالحال نحن دعنا نتكلم انه عن امرأة هي رح تكون متزوجة او 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 هالشي يعني هذا السؤال اغلب الاحيان يمكن لما ينسئل انا سامع انه ينسئل يعني هل نفس الكلام اللي قلتي هل المرأة رح تقدر تحصل كل شي اللي هو الزوج والشغل والدراسة والبيت وينسئل كثير احيان يعني الناس يمكن فعل كل ذلك في الوقت يعني 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 يمكن بالنسبة ان الرجال يعني في كثير من عندنا انه الشغل وخلص ما يفكر بالأشياء الثانية بس لما رح تكون البيت والشغل والأطفال وهل شي ويعني من الصبح للليل يعني it's difficult ما في هال الابريشيييش كله للشغل اللي قادت تسوي المرأة بس كمان ينسي لها السؤال انه الى البعد الثاني اللي هو هل الرجال او هل انه المرأة لم نجحت مثلا صارت اذا كانت قيادية ولا صارت انه هي حققت نجاح خارج البيت هل رح تقدر انه تحصل البرتنر ولا هل انه الرجال يخافون من المرأة الذكية هل الرجال يخافون من المرأة الناجحة الى الرجال يخافون من أنه مرأة تكون قيادية مثلهم أو أكثر منهم وهذا في شيء موجود فعلا في كثير أحيان أنه رجال يقول لك أنا ما رد أنه ابنية تكون كانت متعلمة كثير أو مثقفة كثير أو تشتغل كثير يعني هي شيء أنه في تفصيل كثير أنه هل هي بس وظيفة المرأة أنه المنزل والأطفال صح يمكن الأمومة هي الشيء الرجل ما راح يقدر يسويه بس باقي الأشياء وأدوار الثنين في البيت ولكن أتخيل هو هذا الجزء أنه هل المرأة الذكية والقيادية والناجحة والوافقة من نفسها راح تقدر أنه دائما تحصل هالأشياء كلها بما فيها كذلك الزوج شوف مهند ما فيش إشي بالحياة المضمون وما فيش إشي بالحياة بيقول أنه إذا أعدت المرأة في البيت فهي إذن سوف تغلقي فارس الأحلام أو إذا أساسا الزواج هو ليس هدق وإنما هو سنة حياة يعني صح؟ زي ما هناك شباب بفكر زي اللي أنت حكيته هلأ وتفضلت فيه كمان في الشباب المتنور المتعلم المفقف اللي بدهم يكون أنه الإمرأة اللي بتربي أولادهم دائما عم بتطور من نفسها دائما عم بت يعني عم تنجح صح؟ بعدين زي ما حكينا النجاح شيء مهدي الإمرأة لما بتنجح إذا معها إذا حواليها مثلا الأصدقاء الصح بتلاقيهم هم كمان عن نجحه أكتر إذا معها شريك صح بتلاقيه هم كمان صار ينجح أكتر النجاح معدي ومسعد لكل حدا حواليك لإلك وللي حواليك أدعني في بداية يعني يعني تستحضرني جملة من أصلنا لحكي هلأ لغة فصحة مهم صاري بس الإيربود ويعاد تستحضرني جملة كان والدي دائما يحكيها وما بعرف إذا صح أني أحكيها أولاء لأنه كثير أراءهم مختلفة يعني وكثير فيه أراء أكيد مختلفة بس كان والدي دائما يقول الزواج بيجي ليس عندنا أكتر يعني لا يكملنا بس إحنا إحنا أراضي سعدة بدونه لازم يكون الإنسان ناجح بشتغل عنده أصدقائه عنده مرهيطه عنده حياته يا بيجي الزواج ليس عندنا يا إما بلا منه على أجام أنا بحكيها بتحفظ شديد لأنه هي أراء مختلفة وأنا لا أتعدى على أراء المجتمع أو تربيتنا ولكن انت سألتني رأيه شخصي أنا هذا رأيه شخصي أكيد أن حيات نفسك بالناس الصح سواء إمرأة أو رجل ما هو كمان أنت ممكن يكون تلاقي رجل ناجح جدا ويكون عنده إمرأة غيورة من نجاحه عادي بتصير ما بتصير بتصير كثير بتلاقي أنه مثلا يا الله هذا الشاب مثلا أو طبعا بتلاقي كثير في أنه قائد ناجح جدا وبتصير تقول يعني ياريت مثلا زوجته كمان تشجع نفسها لأنه إذا هي شجعت نفسها هو رح ينجح أكتر فهي نفس الطريقة وبالنسبة لأنه رجل يغار من نجاح إمرأة أنا أعتقد وأي ترولي بليذ أنه لا يقدر أن يكون شريك لإمرأة ناجحة إلا شخص وافق من نفسه جدا مرتاح مع جلده كثير وافق من نفسه يعني أكيد اللي مش وافق من نفسه أو اللي مش وافقة من نفسها مش هتقدر تكون تتواجد حولين إمرأة ناجحة رجل ناجح وإلى آخرين فهي هذا هذا إجمالا بيودينا على موضوع تاني اللي هو الـ 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 اللي حواليك الـ الـ اللي حواليك وأجل أنا يعني بحس أنه للأسف في مواهب كثيرة هلأ موضوع تشجيع أن المرأة تطلع تشتغل خارج منزلها هي مش بس مجرد فكرة أنه امرأة طلعي اشتغلي مش مجرد فكرة وإنما أيضا أنت عارف ويووويز يعني احنا اشتغلنا في هذا الموضوع اللي هو دعم الـ دايفرسيتي إيش نلقمنا الـ دايفرسيتي يا مهند إدارة التنوع 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 صح دعم الـ دايفرسيتي لأنه آخر شيء التنوع بيأتي لنا بأفكار جديدة بأسليف جديدة بحلول جديدة أنت اليوم إذا بعطيك وبقول لك مهند تشكلي فريق عمل لهذا الـ ما بتفكر بالتنوع بعدة مختلفة ناس درسين في أماكن مختلفة ناس جايين من كولتشورت مختلفة رجل امرأة لأنه التفكير بنعرف حسب الـ الرجل الرجل بيفكر بطريقة والامرأة بتفكر بطريقة ما في حد أحسن من حد بس في يعني في عوامل عند شخص عند جندر أقوى من عند الجندر الآخر بيكملوا بعض فأكيد لازم الواحد يشجع خروج المرأة للعمل بما يتناسب مع حياتها يعني أنا ما أحكي أنه الفتاة تطلع وتشتغل شيء كتير صعب وأقامل كل شيء بالاتفاق جميل صح زي ما اليوم الشباب كمان بيساعدوا في المنزل أو بدعموا زوجاتهم كمان الفتاة لما بدأت تطلع تشتغل أكيد بدأت تفكر في بيتها في أطفالها في زوجها في كل هاي الأمور يعني خير الأمور الوسط وزين نقدر نفصل شوي أكثر عبير يعني كيف أنه راح تستفاد المرأة إذا كانت هي تشتغل إذا كانت مرأة عاملة سواء في منصب قيادية أو منصب غير القيادية خلينا نخليها على الكنسلتنج وشغل الاستشارات كيف راح تقدر أنه تفيد زوجها وتفيد بيتها وتفيد أطفالها على كتير أصعيدة مهند على كتير أصعيدة مبدئياً مجرد أن الأطفال شافوا أنه منتجة وبتحاول وبتعمل أجن أنا ما أحكي أنه الإنسان الذي يعمل داخل بيته مش منتج بالعكس وأنا مو أصدي حتى أنه لازم الأمرأة فقط تفكر بسوق العمل وظيفة أو بزنس أو ممكن تكون إنتاجها على مستوى جمعيات خيرية على مستوى هذا لحاله زي ما حكينا بعزز الثقة في النفس بخليها تقدر تكون هي شخص أسعد لما تكون هي أسعد بتربي أطفال وقيم من نفسهم أكتر سعدة أكتر بتدعم زوجها بنجاحه يعني مش هقولك أكتر من هيك أنا بالنسبة إلي فكرة المحاولة فكرة أنك تحاول يعني اللي عادة مهند كتير بيزعلني أني أسمع كتير من ألطقي بختيات نحن في صراحة العوامل والمقومات وأهمها الدعم الدعم العائلة ولما تيجي تسألها طب ليه ما بلشتي إذا مثلا زوجك عم بيشجعك أو عيدتك أو بتأفر طبعا هذا يعني هو الجواب ممكن تسمعوا أنه مثلا خايفة يمكن أنا نسيت يمكن ما يقبلوني يمكن كيف يعني إحنا دائما منحكي نمبل لرنج يعني اللي هو شو نمبل لرنج مهند اللي هو التعلم والاكتشاف بالخبرة صح من ناحية الخطأ أني أتعلم من خطأي أوكي بدون ما نحاول بدون ما نجرب أو بدون ما أحاول أفتح بزنس و أفتح كيف رح أتعلم فهذا اللي بدايئك بدايئك أنك تشوف أنه في مواهب وممكن تضيفي للمجتمع وممكن تعطي ممكن أنت نفسك تخطي بنفسك تقوى وتكون وجودك في منزلك وجود مختلف then this has to be pursued هذا الكلام الكلام اللي قلتيه كله حلو يمكن يعني هو في كثير مننا أنه الكنتكستوال يعني وين إحنا قاعدين نطبق هذا الكلام مثلا نتخيل هذا الكلام في دبي أنه كثير من النساء دبي هم عاملات خارج المنزل نعم يعني الشغل بالمنزل هو أو كونت بالمنزل مفتشي أنه ننتقص منها أو نقول أنه هو أقل رتبة بس إحنا يعني إذا تفكرين فيها بالعراق أتخيل آخر الدراسات كانت تقول المرأة العاملة في العراق حاليا هو يعني رقم قليل كثير العاملة ها يقصدون فيها شو اللي هي لدعم الوظيفة أو بزنس أو يعني قاعدة تنتج خارج المنزل ومهم أنه يعني صح هي الاثنين لهم قدرهم طبعا الاثنين لهم مشاركاتهم بالمجتمع بس يمكن العمل اللي هو ونقصد فيه العمل اللي خارج المنزل أنه يصر الاحتكاك بنطاقات العمل المختلفة وحتى القيادة خصوصا راح يمكن تأثر كثير يعني على البيت راح تفيد البيت كثير مثل ما قلت راح تفيد الأطفال كثير راح تنتج نساء ثانين أو راح تخلينا النساء يشوفون لأمهاتهم يعني مثلا أنت أكيد هس بنتش لما تشوفت تقول أنه ما شاء الله يعني أنا راح أقدر أكبر مثلها ورح أنه أقدر أكون أمرأة قيادية راح أقدر أنه أنجح أقدر أنه أقود ناس وليس ويختلف يمكن مش معناته أنه المرأة اللي في البيت ما راح تقدر تسوي هالشي بس راح تكون أنت عندش الخبرة أكثر وعندش الدروس اللي تقدر يتورديها هي أكثر فأنا لما أفكر فيها مثلا الرسال اللي هنريد نقدمها يعني فيه المجتمع يركز على أنه المرأة مكانها الوحيد هو البيت وفي وقت مثل الوقت اللي احنا فيه أشوفها أنا من الصعوبة أنه هذا يتحقق يعني إذا طلعت للشغل يعني راح يكون كثير إلى إشياء مثل العلاقة بمرة ثاني يكتساب الخبرات بالاحتكاك ببناء هاي المهارات القيادية إضافة إلى الشيء الأهن أنه هو يكون موردها بإيدها ما تكون معتمدة دائما على الرجل أنه يكون المورد اللي يجي فتكون عدها هالاستقلالية ما رح تفطر أنه هي تشوف في النهاية أنه أنا يعني قرار الزواج يكون قرار مهم بالنسبة إلي لأنه إذا أنا ما ما قررت هالقرار وأنا ما مشتغلة من وين راح أعيش ومن وين راح أعيش راح أكون دائما هذا اللي أنا كنت يعني فكرتي معرف طبعا طبعا وطبعا وat the end of the day إذا في رسالة الواحد لازم يوجهها لهم كبعا هي إذا الظروف متاحة والأمور شو أصد الظروف متاحة يعني مرات ممكن تيجي مثلا فتاة تقول عبير ما بقدر مين حيقعد مع الأطفال أو من لقد خطهم في دايكر فهون الظروف مش متاحة هون عملك المقدس هو جلوسك فعلا مع أطفالك في المنزل ولكن إذا الظروف متاحة الموضوع كتير أسهل من اللي الفتيات بيفكروا في يعني بدون ذكر أسماء ولكن كتير عندي أمثلة من نساء حوالي لامعات بالذكاء ما عم بيشتغلوا لظرف أو لآخر عندهم السابورت المحيط حواليهم ولكن أكتر صفة تجمع هالبنات اللي حوالي هو خوفهم مهمة شعورهم أنه لا أنا يمكن ما حقدر أنا تعودت خلص أو يمكن كذا أو يمكن فعشان هيك بالمقابل رح أعطي example من if they're watching كمان رح يكونوا عارفين حالهم من فتيات وأكتر من شخص وهدول أنا بحسهم قصص نجاح يعني قعدوا ورب ولاد وفترة طويلة وما شاءتوا الظروف سكنوا في بلاد كانوا هم لازم يضلوا قاعدين في البيت لأنه هيك الظروف ما كانش فيه هلط ما كانش فيه أي مساعدة من أين وبعد ما مرت السنين يعني عم تحكي عن السنين يمكن فوق العشرة خمستعشر سنة درسوا طوروا من شاهداتهم دخلوا سوق العمل بمناصب بسيطة جدا وبعد فترة ارتفعوا بالمناصب يعني أنا معرف تليست تنتين في هاي الحديثة نحاكي معاهم بهذا الموضوع هدول شابوبا يعني أنه الإنسان يضل يلحق حلمه وواحد منهم بتقولي عبير أنا هذا الموضوع ضل في نفسي بقولي طب شو شو الفكرة اللي ممكن تنصحيها للي حوليك بتقولي الفكرة أنه ما تعيشي حياتك وتستني كل هالفترة تعرف مونار ما في أسوأ من أنه الأم تكون حابسة حلم بداخلها وتقعد سنين هي عم بتعمل في بيتها وبتربي عيلة صالحة وعيلة جميلة وناجحة وتكون هي جوها هذا الألم بائما أنه يريدني مثلا أعمل هيك أو يريدني أعمل هيك إذا الظروف متاحة حواليك وأجن عندك السابورت حواليك لا طبعا حاولي تعملي اللي في نفسك فيه طالما هو لا يتنافع مع عائلتك ليش لا صح ولا لا هذا هو المندى لازم تعرفيني عليها رايدها تجي للكودكاست بعرفك عليها أكيد وبالتالي أحب أذكر هون أنا أمي مش إمرأة عاملة ولكن هي إمرأة قيادية هي قائدة بمعنى الكلمة وداما إحنا نقول إنه إذا أمي كانت اشتغلت فيها هلأ حتكون تشامل لمؤسسة أو شيئا فهي عشان هيك أنا بقول هو مش مجرد إنه أنت اشتغلت في البيت ولأنت طلعت برا البيت بس إنك تكون منتج سواء منتج بجمعيات خيرية منتج بعمل بيور اون بزنس بوظيفة بشو ما يكون ولكن إنسان يكون بيعمل جزء من عمله لنفسه يظل يطور نفسه باستمرار وإنا هذا اللي شفته في يعني صراحة في والدتي وهذا اللي بتمنى إنه يعني بنتي تشوفه فيي وكتير فتيات يعني يعمله إن شاء الله فهي هي عقلية مشتمع مهند نفس الشي أنا كمان والدتي يعني ما كانت إنه موظفة ولا عاملة ولا هشي كمان كانت ربط بيت وفتحت بيت وربط بيت وكان في عندهم هاي الخبرات القيادية اللي تعرفهم كيف كيف إنه يقدروا يقودوا هالبيت فنفس الكلام اللي تقولي خلينا أنتقل لشي ثاني كمان إلى علاقة بالعمل وبالصعوبات اللي وما أعرف هل كان فيه صعوبة ولا لا أنا يمكن قاعد أتوقع أنه فيه صعوبات بس بالنسبة إليتش ماذا إذا تتكلمي بهالموضوع هو ارتداء الحجاب ما شاء الله عليك أنت أنا لما كنا نشتغل أنت ما ما كنتي لابس الحجاب وبعديا يعني في يوم من الأيام قررتي أنه تلبسي الحجاب هل شفتي أنه صار في عندك فرق بالشغل لما لبستي الحجاب هل هل كان أصعب هل كان الناس غيرت نظرة هالج رح أحكي لك two aspects مهند الأول شي هو مش بس بالشغل المنظر اختلف تخارج الشغل طبعا وفي منها إيجابي وفي منها غير الإيجابي الصراحة ولكن اللي حاب أحكي إنه كتير الهاجس يعني هاجس إنه يصعب يصعب أكبر بكتير من الواقع يعني ب simpler words هو أسهل من إحنا شو بنتخيل مش معناته إنه سهل لا طبعا بتيجي أيام كتير بقول يا الله صعب يعني اللهم خبت قلوبنا بس زي أي شي بالحياة أنت تقع زي أي شي تاني الحجاب غيره من كتير يعني لكل تعرف لكل faith فيه بيكون معينة وزي ما في ستاريوتياب لا في ستاريوتياب للحجاب هلأ صراحة أنا لما لبسته كنت في 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 الأردن ومتجه لكندا وكان هاجسي الأساسي بكندا إنه كيف رح أستقبل أو لما أكون في شغلي كيف رح يستقبلوني وكانت الصدمة إنه بكندا كان كتير سهل بالعكس كان في مستوى من رقية الأخلاق لدرجة ما تطخيلها مغند اللي هو إنه التعليق الوحيد إنه أو مثلا يعني كلها تعليقات إيجابية فهذا كان شيء رائع الصراحة وصراحة يعني المحيط اللي كنت بشتل فيه وأنا كنت بشتل فيه تورونتو يعني البزنس هب كان جدا موكمين كانوا كلهم أوبن مويند كان مفيش أي النقد مباشر ف بس وحتى هلأ الحمد لله نفس الشي يعني ما بقدر أحكي أي شيء غير إنه مكان عملي مكان محترم جدا وعلى اختلاف الـ أنا بشتل في مكان في شركة يعني بلوبل وكلاتنا من مختلف الجنسيات ويمكن هذا كمان أحد أسباب تقبل للآخر ولكن مهند لا أخفيك أكيد في شعور إنه لازم أثبت مثلا نفسي أو شخصيتي قبل الحكم على مظهري وللأسف هذا الشي مش بس في مكان العمل هذا الشي كمان في الحياة الشخصية شفتها مع بعض العلاقات وبالمقابل مع بعض العلاقات الأخرى ولا فرأت نهائياً وطبعاً في الناحية الأخرى الأكسريم اللي هو نايس يعني يعني زي أي شي له صعباته بس بحب أقول أنه عن جد أنا لما حطيته وأنا حطيته نتيجة موقف مريت فيه حسيت أنه ذا الضوية أنا أحب أشكر رب العالمين الهاجس اللي كان جواتي كان كتير أكبر من أن تحطه وخلص تمشي فيه فهذا هو محمد يعني بمنتهى الحق فيه وفيه طب ليش أنه في كندا كان يعني 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 أبدا ما صار أنه حد مثلا تقلت ليش لبستي حجاب ما خاف بس ترى أنت كمان كوزموكولتان صح مالتي كولتش كوزموكولتان فيها عندهم ريبورتر على آآ فيها عندهم ريبورتر على التي محجبة و محجبة كوزموكولتان في كندا إجمالا they're very accepting هذا إشي وطبع أمس تتعلمتوا منهم لأنه إحنا عادتا متعودين أو أنا تليس بحكي عن نفسي متعودة كنت في محيط معين في خلص في كولتشر معين أفكاري سابطة طلعت ل كونتري يعني عندهم تقبل الآخر يعني كتير كبير وكتير عام واللي فادني كتير هلأ كمان في عملي هون لأنه زميلتي اللي قاعدة جملي totally different background زميل اللي قاعدة جملي totally different فبتصير تحس أنه بالعكس diversity والتنوع بتزيد الأفكار بتصير تحس أنه الناس عم تحترم بعض لليعقولها لشخصياتها لأفكارها فهو شيء كتير جميل الاختلاق بالطرف الآخر بأفكار جديدة بيش كتير حلو الصراحة وأي سنة كانت هاي عم تتذكرين نرايد أقار ثلاث سنوات ثلاث سنوات لأنه أنا لما انتقلت لأمريكا طبعا فرق التجربة بين أمريكا وكندا بس لما انتقلت لأمريكا بالألفين وخمسة ما كنت أشوف كثير هالبروموشن ولا للأكسبتنس للحجاب ولا يعني ما أعرف إذا للحين ما أتخيل أنه النساء المحجبات حسب مسامع طبعا أنا ما أقولش أنه عندي كثير تجارب أعرفها بس أعرف مثلا كثير نساء خصوصا هنا في أمريكا وبالظروف التي صارت معانا بالانتخابات الأخيرة وبكل هالأشياء يعني حتى تضروا أنه ينزع الحجاب لأنه مش بالشغل الشغل عادة يكون يتقبل أكثر المختلف المختلف يتقبل مختلف ويتقبل أنه يلبس الحجاب بس في كثير أحيانا بالمجتمع لا تشوف هالشي يعني لأسف أحيانا يكون يكون المختلف بس اللي انتبهت لأنا أنه أول ما انتقلت بالألفين وخمسة ما شفت مظاهر كثير أنه كيف نشوفها مثلا في كثير بالبروشيرات والصور بالشركات اللي يتأكدوا أن يحطوا صورة بنية محجبة حتى يشوفوا هالشي مع العلم أنا يمكن بحياتي يمكن شفت بس بنية محجبة وحدة اشتغلت معها بالخمس سنين اللي فاتت يعني بالواقع ما تشوفين معروف أنا ما تشوفين أقلها بالشغلة بي أنا في ما شفت كثير لما أول ما شفت هالصورة حتى سألت زميل تبوكتها اللي هي أمريكية يعني قلت لها واو بس هذي كانت جاية من فرنسا لأنه الشركة اللي كنت اشتغل فيها كانت مملوكة شركة أكبر فرنسية فقلت لها واو هاي حجاب أنا ما شفت هالشي لأنه هذا شي مهم بالنسبة لي أنه أشوف مي 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 رفلكت الكولتور مي قالت نعم 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 بعد ثلاث ثلاث أربعة سنين قمت أشوف هذي كثير قامت تبين مثلا على ويب سايت الشركات تضعطون هالصور البنات ففي كثير هس انتباه لها مرة ثانية بالجهود الـ يعني الانكلوجين وهالأشياء يمكن يعني هسا قمنا نشوف هالصور إلى هاتفترة قريبة كان في أنه لا هاي محجب وفي الستيريوتر واللي هو يعني جيد أنه تهير أنه كان داخل كان كما أكثر من ما تعتقد يشوف مهند كمان يعني حتى الواحد يكون الشعور الداخلي بتهيئلي بأغلب المحجبات أنه بيصير عندك شعور وإنما هذا شعور حصيته أول ما ارتبت الهجام أنه لا بدي أعطي صحيحة لأنه في استيريوتر إحنا بنقع يعني مش بس إحنا إنما أي حد يعني حاطة رمز معين مثلا بيقع أكيد تحت موضوع استيريوتر أو الحكم رايت فأقول لنفسي لأ مثلا انتبهي ما تحملي هيك أو ما تقولي كذا أو ما هيك بلاش هلأ يربطوه أنه يشوف المحجبات كيف بعمل أو شوف الكذا لأنه خلص يعني أكيد الواحد بفكر بهذا الموضوع بس بنفس الوقت أقام يعني الإنسان يعطي الأمور حجمة الصحيح ما يبالغ بالتفكير وشي وما يعطي الأمور حجم دراماتيكي أكتر في أماكن صحيح بعتبر أنه الحجاب فيها يمكن جهاد لأنه بيكونوا في أماكن كتير صعبة أو زي ما أنت ذكرت بالسيتيويتشن كتير صعبة أنا تجربتي الشخصية ما كانت هيك كانت في مكان كتير open minded كتير متنوع في أردي تنوع ونفس الشي جيت اشتغلت بالشركة جلوبل عقليتهم كتير متفتحة صحيح يعني مش حكزة بالمحجبات أقلية جدا ولكن إذا بتطلع من كل في أقلية لأنه كل أيات مختلفين صحيح فبين ما أنا موجودة يعني هو الحمد لله سهل أو خلينا نقول لاش نقول سهل ولكن يعني الحمد لله possible أكيد في أماكن أخرى زي ما أنت ذكرت لا أكيد يعني هو يعتبر يمكن جهاد أكبر يعني والشي اللي قلتي عليه عابير كمان مهم كثير ويمكن فالشي كمان مدروس بالدابير يعني انكلوجين أنه كم أنا فعلا أكون ممثل لل للبوبيليشن اللي أنا جاي منها فإحنا هذا واحدة من الأشياء اللي يعني نعاني منها مثلا إذا صار حادث إرهابي شقد في هالستيريوتايب اللي صير علينا أنه إحنا مسلمين فأنتو كل المسلمين هالشي أو إذا كان في مثلا الأفريكان أمريكان يعانون من هالشي كمان إذا كان في أفريكان أمريكان واحد سوى شي غلط إش قد راح يكون أنه هذا الشي هو ينعكس على أفريكان أمريكس أمريكس لأنه لأنه مستحيل أنا راح أقدر أسوي هالشي يعني مستحيل أنه راح خليلي دائما تحت سترس أكثر أنزايتي أكثر أنه كل ما صار شي أوكي أنا ممثل لأربعين مليون عراقي هم مموجودين كلهم هنا إذا صار هالشي يعني أنا أحاول أنه أفكر بهالشي دائما أنه أنا أمثل نفسي قبل كل إذا كان في شي أنا بقول إذا كان في شي أنا أسوي إذا كان في إمج أنا أعطيها وبعضي أمثل عائلتي وبدرجات أقل كثير يعني حتى ما ما ندخل في هذا الستوريوتيوب 100% 100% تكون true to yourself بالضبط وبما أنه نتكلم على كندا كيف كانت أنت عشت في كندا كم سنة خمس سنين ست 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 سنين كيف كانت أموما كندا مقارنة بدبي ولا مقارنة بالأردن ولا ما أبدأ أحكي مقارنة وإنما هي كل مختلفة مهلا كل شي في يعني جماله والأقل جمال خليلا نقول أنا بالنسبة إلي الست سنين هدول لأنها مرتبطة كمان بمشاعر أول مرة الأمومة يعني مشاعر مختلفة جربناها تمام أنا وزوجي فأكيد هم ست سنين جميلين الحمد لله ولكن أكيد تخللها كتير من التحديات يعني أنك تروح على بلد ما كنا نعرف وقررنا نترك بيس قوي يعني عنا هون عائلاتنا موجودين في المدلئيس أشغالنا اللي كنا يعني يعني تعبنا كتير على حالنا لحد ما اشتغلنا ووصلنا يعني إحنا ما طلعنا وإحنا صغار إحنا طلعنا بنصف خلينا نقول يعني الصغار الصغار الصاكل الإنتاجية صغار 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 آه شايف فكان في يعني كان في شعور أنه بدنا نستكشف بدنا نشوف عالم جديد بدنا نحاول وأكيد كان في تحديات صعبة كتير بس كمان الشعور أنك تقدر تبدأ في مكان بيعطيك هذا الراحة النفسية أو الثقة أنه لا إذا بتحارب جمال أنك تقدر تعمل أصدقاء جداد أنك تقدر تلاقي جديد أنك تحاول تبدأ في مكان جديد من الصفر تقريبا يعني أنت عم بتبلش في مكان ما عندك فيه رابطيشن ما في سمع مش زي هلأ مثلا مهند معروف رابطيشن طبعه الشركات بتيجي عليك وتستقطبك عشان تعمل معها لا هناك ما حد يعرفك أنت في عالم تلتري مختلف فأكيد كان فيه تحديات غير طبعا تحديات النفسية أنه إحنا متعودين على السفر بسهولة عند أهلينا راحت علينا أكيد كنا نسافر ونيجي دائما بس مرات بتصير أشياء في خلال السنة أنت مش قادر تترك هلأ وتروح وتيجي فكمان هاي كانت تحديات فما كانت سهلة ولكن الأشياء الحلوة أنه إذا بتسألني بترجع بتعيدي هالستة سنين أكيد برجع بعيدهم آه برجع بعيدهم يعني هذا السؤال كثير لأنه بنسأله و يعني كل رحلة وكل سفر هي بتكون جزء من شخصيتك لكندا أنت مهنم لا أنا خلاص استخرجت في أمريكا فورناو يعني ما تعرف أنت كمان يمكن لو ترجع عشرين سنة ولا ثلاثين سنة لورا تفكري ثلاثين سنة كثير صغيرة عشرين سنة لورا بس يعني تفكري أنه هل هل راح تحطي هالخطة أنه تعيش في كل هالبلدان وتريد تعيش فيها ما حد فينا تفكر فيها صح فجأة ظروفوش تتغير وظروف الآخرين حار تتغير وتشوفي نفس الش بلد جديد و تتخذ الرسال و تتخذ هذه مجموعة بس يعني أنتوا تتكلمي كل يعني أبس أتذكر كل الأشياء اللي صارت و ما كنا موجودين فيها ولاد أتحاد ولا يعني تحسي أنه أحيانا إحنا نقول الدنيا تبوغنا يعني تعرفين شو يعني تبوغ تسرعنا تعرفين عراق أنت و كندا يعني هي راح تسرعنا مزويد تسرعنا هي المكان اللي راح تستقروا فيه يعني مفكرين أنه هي الهوم ولا هل راح يكون مثلا ممكن دبي الله أعلم كمان ما تخط إحنا حاليا يعني إحنا هون و عم نعمل يعني الله أعلم هذه يعني فعلم الغيب بس إجمالا فكرة السفر الانتقال من بلد لبلد أكيد في إلها محاسنها الكثير وفي إلها طبعا يعني مساوى في إلها صعوبات اللي هو كمان أنه أنت أصحابك علاقاتك من سنين حتى عملك أنك ترجع بعض سنين وترجع يعني الحمد لله الحمد لله أنه الخبرة اللي تكتسبها بره تحسب لك ولكن أيضا كمحيط عمل أنت تعتبر أنك جديد بمحيطة مش مثلا عم تشتلص لك عشر سنين في نفس المكان أو خمس سنين أو ففي كتير جوانب مختلفة في ناس دايما مع فكرة أنه نسافر نحاول نعمل لش لا وفي ناس مثلا لا يحب بهذه الفكرة يعني أقل هو أنت شو أهدافك في الحياة شو تطلعاتك شو شهفك وصراحة وصراحة في شغلة تاني كمان مهند أنه بتهيئلي إذا يعني تكوين كيف بلادنا أو إحنا أصاصا من الأساس فين أو هذا كله بيأثر على كيف هي تطلعاتك في الحياة بس عن شو ما تفهم شو أصد مأمك في الصور or situation right yeah no I'm with you أتصور أنه أنت يعني بس ما شوي تبعدي وتبدي أنه تحسي أنه وجود الأهل وجمعتهم والونس اللي هما فيها يعني يعني أحيانا تبدي تفكرين أنه تقولين أنا وهاي يعني very early in the process صح ولذلك اللي هي يمكن كثير من الأحيان مثلا أنه نحن نفكر أنه تكون شيء وقتي ورح نرجع رح نرجع قريب من أهلنا يعني يعني هذا واحدة من الأسئلة اللي دائما أسألها هل أنا مستعد أنه أكمل حياتي كلها هنا في أمريكا وأنا أهلي يعني أغلبهم هم بعيدين عني يعني أهلي للسطن مثلا إذا كانوا بالميدل إيست أو هالأشياء يعني يعني كيد جزء من الدسيجن كبير ف معرف إذا رح أرجع نسأل نفس السؤال قبل قبل عشر سنين أو خمسة عشر سنة شو رح يكون الدسيجن مالي ورش شفت اللي شفته الهيدفون أبد مو نات هور فرين تادي يعني يعني هي عدة عوامل مهندة بتخط في الموضوع يعني جزء عاطفي مني بيقول أنه لا أكيد العائلة المجتمع الفعمل يأتي أولا قبل كل شيء لأنه فينا هي الحياة بالآخر أصيرة وأنت بدك تكون يعني حقيقة إذا الغربة علمتنا الشيء فهو أنه عائلتك تواجدك بين أهلك وناسك this is number one ونفس الوقت بترجع بتقول أنه أكيد المواقف الإكتساب اللي اكتسبناها إشي كتير حلو والدليل أنه أهلينا شجعونا مثلا أنه نطلع ندرس بره نرجع نعمل نسافر لو ما درسنا بره إحنا مثلا نفكر نفس الشيء ممكن لأولادنا ومرة ثانية برجع بقول برجع جزء العاطفي بمني في أوقات بيقول أبدا مستحيل أنا أولادي وين ما يروف رح أروف معاهم خلاص أنا وزوجي بننحق أولادنا مثلا يعني هذا التناقض اللي موجود بتهيقلي داخل كل مهترب يعني بتهيقلي طيب عبر شو أكثر شي شفتيه كندا اللي هو يعني خلينا نقول أنه تتمنى لو كانت موجودة في هذا الأهل والصحبة والأصدقاء يعني يمكن لو كانت موجودة في بلداننا العربية ما كان ما كان فكرنا أنه نطلع يعني هذا سؤال شائك جدا لدك تطلع الجوار مني مهند سؤال شائك جدا جدا يعني مهند بلادنا إلها كل الاحترام وبالعكس يعني هي مش فكرة أنك أساسا مني حكى الفكرة أنك تطلع من بلدك هي مش الفكرة تطلع من بلدك لأنه في شي ناقص ممكن يكون البعض بطلع من بلادهم أنه أجم سعيا وراء experiencing the world أو أنك تتفتح على عقول مختلفة على experiences مختلفة وليس هربا من شيء في بلدك يعني مش بالضرورة دايما لأنه صراحة يعني مشو كانوا دايما أجداد ما يقولوا أهلينا أنه اللي خيره مش لبلده إذن صح؟ ما في خير تصور هي تشيء أنه في لها مقبولة بايسكلي اللي ما في خير لأهل ما في خير تخيل يعني بالضبط يعني هو بايسكلي أنه مش هربا من شيء مش موجود وإنما صعيا وراء الأمريكا حلو يعني أنا أتمنى مثلا يمكن أنا أسهلي أنه أقارن بين أمريكا والعراق وإذا رايد أشوف أنه شو الشي اللي أنا كمان لما طلعت من العراق ما طلعت طلعت مفطر يعني كمان مش أنه رايد بس أفضل بس يعني أنه هواية من عدنا بالعراق الأربع ملايين أو الخامس ملايين اللي موجودين هما خارج العراق حاليا هما طلعوا بسبب الحروب بسبب بسبب المشاكل اللي صارت عدنا ولو كانت يمكن موجودة إن شاء الله وحدة هي في أمريكا أو خلينا نغير السؤال لو في شيء واحد أنا رايد أخذ من أمريكا وأخذ لي بالعراق الحين رايد أنه أنا كمغترب أنه أخذ وأطبق بالعراق يمكن يكون شيء العلاقة بالسنسيرتي العلاقة بالصدق يعني هذا الشيء أنا كل ما أشوفه هنا في أمريكا ومو صدق بس يعني هم مو بس أنه ما يكذبون ولكن خصوصا في العمل في مصداقية بالعمل الكبيرة كثير يعني تشوفين أنه كثير ناس يشوفون مثلا العمل هنا هما الفالو الأساسية منهم العلم كنت يعني إذا أتكلم مع صديقي جون قبل يومين كان هو يحكي لي أنه العمل هو مش شرط أنه يكون أكبر من العمل اللي أنت فيه بس تخيل أقلها في العراق لو كان عندنا هالمصداقية هاي بالعمل لو كان في عندنا هالتركيز هذا أنه هذا حملي مو بس إرياني ولا أنه هو بس الراتب اللي ما يفقد كفاءات بعد يخليني أبني بلد ما بي هالحروب هاي كلها يخليني أبني بلد أنه أنا ما بي هالانشقاقات هاي كلها يمكن بس هي صح المشكلة أكبر بكثير من هذا كله بس لو غيرنا هاي الخصطة وحدة بس وخلينا الناس أنه تاخذ هذا الشيء موجود بأمريكا وتطبق على يعني مساحات أوسع كانت في دراسة يمكن أن تشوف البرودكتيبتي إنتاجية الموظف اللي بالدولة بالعراق أتخيل اللي قوها ربع ساعة باليوم أو هيد شي يعني يشتغلون ست ساعات ثمان ساعات الإنتاجية كأفرج تطلع ربع ساعة طبعا هاي فيها مشاكل اللي احنا عندنا الفضائيين اللي عندنا المشاكل أنه هسا للمسيطرين هي تحزب المسيطرين على الدولة وبس ما يحاولوا يحصلوا منها طول ما هم موجودين فأتخيل أنه يعني إذا الناس عامة الناس خلاص غسلنا إيدنا مثلا من الحكومة اللي عندنا بالعراق أو إذا عامة الناس حاولوا يطبقوا هالشي وكل واحد حاول أنه شوي يكون صادق أكثر بالعمل اللي يدخل وينتج وما يفكر أنه بس أنا بنفسي ما يفكر أنه بس يعني خليني يسوي هذه الشغلة شلون ما كانوا مش مشكلة بعدين راح يكون في تغيير أقلها راح نكون خطوة أقرب إلى أنه نسوفت شي ما يظل يخسر كفاءات لدول الثانية يمكن هذي أقرب أقرب شي أنا عندي يعني دائما أحاول أنه تصير هالمقارنة عندي خلوة جميل خلوة أنه عندك دائما في بالك يعني تفكير بطريقة المقارنة وكيف يطور هون أو شي يأخذ منه لون بس صراحة إن شاء الله يا رب يعني يكون أنه اللي يسمع وليشوف هذا الشي يستفيد منه إحنا مو القصد إنه إحنا بس نتكلم كلامه وإنشائي ولا القصد إنه إحنا بس قاعدين نحاول إنه نقول لآخرين شي يسوون بس في أشياء يعني واحد يمكن من لما شخصها وحددها وتكلم فيها أكثر من مرة احتمال إنه رح يصير في شي من التغيير ما هو ما هي مش بيقول الأوينس بتبلش بفكرة الوعي بيبلش بفكرة مجرد طرح الأفكار هاي والحديث عنها ومن شخص لشخص بيخليك تصير تفكر إنه عن جد هل في منه هذا الكلام هل علينا إنه إحنا نقوم بهذا التغيير فيعني بلاكس أنت تشوفين أنه حاليا شي قاعد تفكر به فالأيدي أنه شفتيها اكتشفتيها مؤخرا فالدرس تعلمتي من أو نصيحة عامة للناس اللي هما ممكن رح يشوفوا هذا البودكاست ويتعلموا من ولا وإحنا يمكن هذه الساعتين هي كثير عطينا نصايح بس إذا تريد تعطي نصيحتين أخيرا ما بدي أقول هي نصيحة وإنما هي فكرة رح أبقى شاركها مع يعني مع أي شخص ممكن عم بيكون يسمعنا وعم بيمر بمثلا هيك وقت مثلا حاسس ببعض الخذلام أو التكاسل أو عن تحقيق أي هدف معين ما تصدق أو ما تصدقي إنه في حد قاعد دائما بنجاح المستمر أو الأمور كتير عادي سهلة بالنسبة لإنه وإنما في كل طريق ناجح خطوات وعيرة يعني بكل ما في المدراء اللي منطلع عليهم منقول قيادين كتير عالين أعلى مننا أو أقل مننا أوت أفر كل شخص دائما فيه بمسيرته مش مرة مش مرتين وإنما عدة مرات متكررة من الشعور إنه أنا مش هقدر أنا مش قد هاي المسؤولية ما حقدر أحقق وأنا بحكي لك بمنتهى الصدق مهند يعني عن نفسي أو عن كتير ناس حوالي الكل يشعر بهذه المشاعد أرجو إذا في يعني أفط ممكن الواحد شاركها إنه معلش عيش عيش ما يكون لا تقيدوا حالكم لفكرة إنه بالضبط زي دراستي ومش زي دراستي مش يمكن أنت تخترع لين جديد بإلو علاقة بدراستك تكتشف شغف جديد جيد لفكرة 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 ولله تذكرة حلوة يا عبير أكيد داما أنه نحاول أنه نعيش الرحلة بتفاصيلها إذا ما إذا ما نحن نفعل جيد نحن نفعل جيد لكن مش معناتها أنه هذا اللي راح يستمر أبسلوكي ومهند شكرا كتير على وقتك يعني أنا كتير داما بنبسط بالمحاولة بس ما أسألو حدا يقعد يسألك الأسئلة حتى تطلع لأ نقص أنه واحد من الضيوف يقلب الطاولة علي ويبدأ يسألني حاس حالي ما أحد يريد رأي يلا عبير شكرا جزيلا وشوفت على المرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله شكرا كتير مهند سلام مع السلام تصبح على خير اشتركوا في القناة